الميذان. مبدئيا. مبدئيا يا ميذان عندك شوية مشاكل ولكن محلولة. يعني هي مشاكل سهلة الحل. سهلة الفك. سهلة التضارب كده. ان الواحد يعني يقدر يعديها بسهولة ان شاء الله. هي مشاكل اولا واخيرا بسبب خلافات مادية. ممكن تكون خلافات على ورس او خلافات في شراكة مع حد معين. ولكن هتتفك الخلافات دي وهيكون في خير ورزق كويس قوي. هيدخلوكم يا برج الميذان. عارفة ان انتوا صبرتوا كتير قاعدين كتير مستنين كتير. الدنيا عندكم بيضة بقالها فترة وبتعانم. ولكن فرجوا قريب. ليكم الشهر ده ان شاء الله انطلاق تحقيق اهداف نجحات متعددة على المجال الدراسي والعملي. اه فرص كتير جدا. هتكون قدامكم وقدامكم ان انتم اه تستمعوا اه ليها وتحاولوا ان انتم تقتنصوها او تحصلوا عليها. علشان خاطر ايامكم تكون اسعد واهنى. ساعات كده في فرص بتعدى على البناء ادم لو سبها تعدي من بين ايديه بيخسر كتير. فيارد تكونوا منتبهين للفرص او اللمحات اللي هتتعرضوا ليها يا برج الميزان وتعرفهم. ازاي تقتنصوا الفرصة ازاي تكسبوها وازاي تستفيدوا منها. اه ونجحات طبعا نجحات ان شاء الله في المجال الدراسي. اه بالنسبة للحب الحبيب القديم اللي بعد واللي هجر واللي عاش حياته بشكل او باخر. ممكن يكون قام بخطبة وممكن يكون حتى قام بزيجة. وصابكم لفترة كبيرة من الزمن وفاكر ان هو هيرجع يتلاقيكم بحطة ايده. زي ما حطكم زي ما هيرجع يلاقيكم. اه الحكاية وما فيها ان بالفعل انتم موجودين ولكن ما بقتوش زي ما انتم. اتغير حاجات كتيرة جواكم. اتقسرت حاجات كتيرة وتبنت حاجات كتيرة. امور كتيرة وضحت وظهرت للعينين بحقيقة. اه معظمكم مقدرش يحب تاني مقدرش يدخل في علاقة تاني. كانت الدنيا مضلمة او مسددة في وشه ما هواش عايز يلجأ لاي حب تاني. اه ولا حتى ان هو يرجع للحب الاولاني. هو يأس من فكرة الحب اساسا. او قفر بالفكرة. يعني خلاص انا معينتش اؤمن بالحب. معينتش مفيش حاجة اسمها في الحياة حب. مفيش حب لا حقيقي. ولا حب من الاصل. اه نويتم ان انتم تحققوا نفسكم او انكم تحطوا مجهودكم كله في الشغل او تتفانوا في خدمة اللي حواليكم اكتر من انكم تفكروا في قلبكم وفي ساعدتكم. اه معظمكم لان دي فكرة حلوة جدا. الواحد يلهي نفسه كده وما يبقاش مركز قوي. ويبقى بيحب الحياة بشكل او باخر. يعني انا هحب مساعدة غيري اكتر ما انا احب مساعدة نفسي. اه الحبيب ده راجع ندمان ونفسه ان هو يبدأ معكم من اول وجديد ليكم حرية الاختيار. ما بقى انكم تاخدوه وتسمعوه وتشوفوه وتعيشوا معه تاني او انكم تبدأوا بداية جديدة نهائيا. وبالفعل ليكم بدايات جديدة. بدايات جديدة سعادة جديدة مع انسان جديد. طبعا كله تبع رغباتكم. محدش يقدر يملي عليكم تعملوا ايه وما تعملوش ايه. كل واحد هو قادرة بمصلحته ومنفعته. اه بالنسبة للعطفة زي ما احنا شايفينا هوت. فيه رجوع فيه ندم. فيه حتة كده لعب على المناطق الحساسة بتاعت الحب بتاعت زمان والعطفة اللي جواكم. واللي هي ما تدفنتش الى الابد يعني اللي لسه موجودة. هتحاولوا ان انتم تسامحوا كنا بها. مش هتقدروا ان انتم تسامحوا. ياريت تعرفوه ان الانتظار مفيش منه فايدة. ولو ان فيه بعضكم عايزين فكرة الانتقام. مش الانتقام اللي هو اخد حقي. يجيلي وانا ارفضه. اه اعرف ان ربنا جاب لي حقي. وفيه بعضكم طبعا هيقبل بفكرة الرجوع والصلح وان احنا نرجع لبعض والحب تاني. بس في نفس الوقت هيكون حريص اكتر من المرة اللي فاتت. بالنسبة للصحة. بالنسبة للصحة لبرج الميزان. فالصحة كانت بعافية زي ما بيقولوا كده. كان فيه وعكة صحية بتمر بيها يا برج الميزان. كانت صعبة جدا كانت مرة بيك بصعوبة. كنت حاسس ان انت ممكن ما تخرجش من الازمة ديت. او الازمة الصحية ديت. زي ما بيقولوا كده اخدت منك رئات. حسيت ان هي كانت مرحلة كان لازم تعدي فيها علشان تنقي نفسك من جوه. وعلشان يعني تحس قد ايه بنعم ربنا حولك. طبعا انت مش انسان مش عارف النعم انت عارفها. ولكن كانت مرت عليك في مرحلة من اليأس والاكتئاب انت رفضت اصلا العيشة وما كنت رافض اصلا ان انت تعيش. ولكن بعد الوعكة ديت رجع احساسك بالحيوية والنشاط وحب الحياة من اول وجديد. طبعا لبعضكم فيه هيكون فرصة لعمل جديد او شغل جديد. بدايات جديدة ليكم في معظم المجالات. طبعا وحسب رغبتكم انتو اللي بتختارهم تبدأوا بدايات جديدة. البدايات دي ممكن تكون عاطفية ممكن تكون عملية. فيه طاقة شفاء كبيرة ونصر من عند ربنا. هيبعته لكم هتشوفهم النصر من عند ربنا. يبعت لك حاجة تبين لك ان انت الحمد لله كويس وتمام. وان ربنا بيجيب لك حقك لعندك وانت قاعد من غير ما تتكلم. من غير ما تنزل من غير ما تقول حاجة بس يعني ولا حتى تعبر اي تعبير. ربنا هيجيب لك حقك وهيورهولك قدام عينك وهو بياخدهولك من اللي ظلمك يا برج الميزان. ايامكم كلها ساعدة وهنا خلينا نشوف اكتر بالنسبة للشغل. بالنسبة للشغل عشان الناس اللي قالتلي قليلي شوية من العطفة والكلمة عن الشغل. اعطفة ايه اللي احنا عايزينها وحب ايه اللي بنفكر فيه. احنا بنفكر في العمل وبنفكر في الفلوس والمادة والدنيا هتمشي ازاي. احنا مش في ظروف ابدا للحب. فتمام هنقول لهم الجزئية بتاعتهم. واحنا قلنا الجزئيات اللي قبليك. اللي بيقولك انت ليك حازم لامورك. بداية جديدة. نجاحات جديدة. مشروع انت كنت تبادقه فاخد الامل نهائي ان هو هيجيب اي ارباح. خلاص او شكت ان انت تقفله او حتى تلغيه. هيبدأ يقطي ثماره ولكن ثمار بطيئة في الاول او قليلة في الاول. بعد كده هتبدأ الثمار والانتاجية تعله وتزيد. وهيبدأ نجاحك يتشاهد ويتشاف. وهتعمل ممكن يعني مسلا لو هتوسع المشروع ده هتنتج فيه اكتر. هيبقى فيه تحسن ملحوظ لدخلك وحياتك كلها بناء عليه. طبعا هنيجي بقى للسؤال التقليدي. طيب بالنسبة للعزاب و ايه مصرهم والمتاخرين الزواج. هنرد عليهم علشان دول يعني اكتر ناس عايزين امل و عايزين حب في الايام اللي جاية. هنقول ان فيه عندكم عروض خطبة و عروض زواج ان شاء الله. فيه تأسيس لبيوت. فيه كمان خلينا نقول فيه فرصة لانجاب. لمتاخرين الانجاب. واللي ربنا ادالها بنات ربنا هيرزقها بالولد ان شاء الله. فيه ناس كتيرة بطلبوا الطلب ده. فطبعا ربنا ان شاء الله هيديهم فيه فرصة كبيرة في الفترة دي الانجاب. ان شاء الله اللي محتار بين حبين وبين شخصين هتقدر تقرر بسهولة وهتقدر ترسع على البر بسهولة. وهتلاقي ساعتك مع اللي انت تحبه واللي انت ترتاح له ان شاء الله. بحبكم دايما كلكم في الله ولله. وعايزة لو سمحتم لو سمحتم من فضلكم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة. وتشيري الفيديو لكل اصحابكم وحبيبكم. وتعريف اصحابكم بالقناة علشان يشتركوا عليها عايزين نكبر. عايزين ان شاء الله قبل نهاية السنة نكون تمينا المئة الف. عايزة القناة تكبر بيكم وولية علشان يبقى عندي دافع ان انا اشتغلكم اكتر وان انا ابس فيكم روح الامل والتفاقل اكتر. محبكم كلكم. اترككم في رعاية الله وامنه. مع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا